إنا فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم بدا صدق الله العظيم من الملاحظ اهتمام سورة مريم بشكل كبير بقضية العقيدة وتنولت الحقيقة هذه السورة المباركة الكثير من الشبهات اللي بيتكئ عليها بعض المعاندين عن قبول دعوة الحق وقامت سورة مريم في الحقيقة بمنأشة هذه الشبهات وهذه الأباطيل التي يثيرها المشركون وقامت بالرد عليها بصورة دقيقة تناولت سورة مريم قضية استبعاد المشركين للبعث في مثل قول الله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما متوا لسوف أخرجوا حيا يستنكر البعث والحساب والنشور فكانت دعوة القرآن بالرد الصريح دعوة القرآن لهؤلاء المنكرين بضرورة النظر إلى خلقهم الأول حتى يقام عليهم الدليل والحجة أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا كذلك تناولت سورة مريم حال المعاندين أحوالهم لما كانوا بيسمعوا الآيات الكريمات عندما تتلى عليهم يقول الله تعالى مسجلا مواقفهم وأحوالهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية حلهم حال إعراض حلهم حال استهدار واستخفاف واعتماد على تقييم الأمور بالمظاهر وزخار في الدنيا الفامية فكانت دعوة القرآن الكريم بالاعتبار بمصارع الأمم السابقة خلي بالنا أن صورة مريم من أول بدء في عرض هذه الشبهات تأتي الشبهة ثم يأتي الرد عليها بصورة دقيقة مفصلة لما دول أنكروا مسألة أنه كيف يكون البعث والحساب والعقاب والجزاء كان الرد لما تباهوا بما هم عليه من زخار في الدنيا ومتاعها ورياشها وكل ما فيها من بهارج كان الرد الإلهي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا حتى يعتبر يعتبر هؤلاء بالنظر في أحوال الأمم السابقة لا هم بقوا ولا بقى أثاثهم الفاخر ولا متعهم الفاني لم يبقى شيء ويحال بين الإنسان وبين هذه الدنيا ومتاعها ولا يذهب الإنسان إلى هذا المقام إلا بعمله بينت كمان صورة مريم وأظهرت قولة أحد المشركين اللي بتعبر عن طائفة وفريق من المشركين اللي كانوا بيوجه دعوة الحق وكانوا بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وبتسجل أحد أقوال هؤلاء تعبر عن نمط هذا المجتمع الذي كان توجه إليه هذه الدعوة العالمية قولة أحد المشركين قولة أحدهم من المغرورين ذلك الذي ظن أن له في الآخرة متاع مثل ما كان له متاع في حياته الدنيا فيتوجه أو تتوجه الآيات بالخطاب إلى النبي الكريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ذلك الذي يقول هذا الكلام وهو بالله كافر وبرسوله مكذب هل أتته هذه المعلومات لأنه اطلع الغيب أم كان بينه وبين الله عهد ولا يكون ذلك العهد إلا بدخوله في الإيمان فتجب له الجنة ويجب له النعيم بإذن الكريم سبحانه وتعالى ولا يطلع على الغيب ولا يعرف الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فمن أين أتى بهذا الكلام ذلك المغرور المتبجح كل ده بتعرض لسورة مريم هذه التفاصيل الدقيقة التي تحول هؤلاء التائهين عن قبول النور عن قبول الحق ثم كانت الجولة الحالية في صحبة هذه الآيات التي معنا اليوم الجولة دي بتتكلم أو بتعرض رأس الفساد رأس الفساد هو اعتقاد العزة والمنع والنصرة في هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله تعالى خلي بالنا أنه كان أنماط وأنواع ما يعبد من دون الله كثير الأصنام كانت أشهر ما هو موجود في بيئة العرب وكان منهم من يعبد النجوم والكواكب وكان منهم من يعبد الملائكة وكان منهم من يعبد الجن تنوعت المعبودات بما لا يليق لذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وعبر بالمصدر عزة عشان يأكد التصور الخاطئ في عقول ونفوس هؤلاء المشركين اللي افتكروهم هم نفسهم عز والالتساق بهؤلاء الآلهة المزعومة نوع من الاعتزاز والنصرة أو معه يكون النصرة ويجدون كذلك من يغيث هؤلاء وقت ما يريدون هؤلاء المشركون تعززوا تعززوا بعبادة هذه الآلهة من دون الله ظنوا أن معها العزة والمنع وبعد ما صور القرآن الكريم حال هؤلاء في الدنيا هذا الفريق الذي تعزز أو كأننا عايزين نقول أن الآيات هنا بتحطنا على رأس المشكلة هي الاعتزاز بغير الله والاعتقاد في هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله هل حال هؤلاء في الدنيا الآيات جد بيه اتخاذ هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله وفجأة ينقلنا النص القرآني نقلة تانية نقلة إلى حالهم حال هؤلاء مع ما يعبدون في الآخرة بعد ما جاب لك تصور واعتقاد هؤلاء بأن مع هؤلاء عزة ومنع ونصرة وأن العز في الالتصاق أو بعبادة أو في اتخاذ هذه الآلهة تأتي الصورة الأخرى في الآخرة يقول الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده هو انتقال من مشهد الأمس في الدنيا إلى مشهد المصير في الآخرة والتصوير والتعبير بكلة حرف الزجر والردع لأن الزجر وردع لهؤلاء على اعتقادهم الفاسد الباطل واتخذهم معبودات يعبدونها من دون الله تعالى لا تضر ولا تنفع هي في حقيقتها مخلؤات زي ما هم كمان مخلؤات لله فكيف ينصر الضعيف الضعيف مثله وكيف يغني الفقير الفقيرة مثله كلا يأتي هذا الحرف حرف الردع والزجر بصوت الكاف وامتداد اللام والألف كلا لتتوقف العقول وتفهم ما سيطلى عليها من آيات بينات كلا ليس الأمر كما تظنون وتتوهمون في زعمكم أيها المشركون إن هذه المعبودات التي اتخذتموها من دون الله ستكون لكم عزة كلا كلا ستتبرؤون من عبادتها يوم القيامة وستتبرأ هذه المعبودات ممن عبدوها مش كده وبس وتشهد على جحدهم وعندهم وإنكرهم للحق كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده ففي الآخرة وبعد وضوح الحق سيلجأ المشركون ويستجيرون ويستغيثون بتلك الآلهة المزعومة في ظنهم ولكنهم لن يستجيبوا لهم بل سيقفون أمام شرككم هذا أيها المشركون موقف المنكر عليكم ويوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وستكون هذه الآلهة التي اعتقدتم أن في اتخاذها عزة ستكون ذلا لا عزا لهؤلاء ويكونون عليهم ضد أي ذلا وهوانا يقول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير نعم إلى الله المصير وعند ذلك المصير يطلبهم الإله الحق للحساب يقوم جميع الخلق للحساب بما فيهم هؤلاء الذين أنكروا البعث والحساب هذا الفريق سيتبرأ من هذا الفريق وسيأتي هذا الفريق ليتبرأ من ذلك الفريق الأكوان وكل ما فيها في عين وجودها عدم هذا هو الحق وهذا هو الأصل الأكوان في عين وجودها وما فيها عدم أصل وجودها هو الخالق هو الله الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأكوان وما فيها فهو الذي يعبد بحق لأنه الموجود بحق الله تعالى هو من أوجد الوجود وسخره للإنسان فلا ينشغل الإنسان بالمخلوق عن الخالق ولا بالرزق عن الرازق فكل شيء إذا كان موجودا فهو موجود به سبحانه وتعالى خلقا وإمدادا فما هذا الذي يعبدونه من دون الله تعالى والتوحيد الخالص هو التحرر من العبودية لغير الله تعالى عشان يكون الإنسان في شرف العبودية الحق للرب وحده سبحانه وتعالى دون سواه ودي مقامات بتبدأ بالإيمان لازم الإنسان يدخل يعتنق ويعتقد بتوحيد الرب الإله سبحانه وتعالى ويعتقد هذه العقيدة ويبدأ يسلك المقامات اللي بتبدأ بالإيمان ويسلك العبد فيها أنوارا فوق أنوار ولا يتعلق قلب العبد بشيء إنما يتعلق قلبه برب كل شيء فلا يكون عبدا للفان إنما يكون عبدا لله تعالى الباقي الغني الحي العظيم سبحانه هو المعبود بحق وكل ما سواه باطل ترجمة نانسي قنقر